زكاة الفطرة في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في يوم الفطر فقال فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم روي أن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إن من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطرة كما إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا ترك متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة حيث قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فالزكاة كما جاء في كتب اللغة تُعني الطهارة والنماء والبركة تُعَد زكاة الفطرة زكاة للأبدان وصدقة يدفعها الصائم للفقراء وهي تجب في يوم عيد الفطر المبارك ووقت أدائها يبدأ من غرور الشمس من ليلة العيد ويستمر إلى زوال يوم العيد وفي هذه الفترة تدفع بنية الأداء تجب زكاة الفطرة على البالغ الرشيد والعاقل وكذلك ينبغي أن لا يكون فقيرا لا يقدر على قوت يومه فاللي يتوفر عند هاي الشروب يصير واجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عنه وعن أهل اللي يعيلهم مثل الجهال والمرأة وأبوه أمه إذا شان هو يعيلهم حتى الضيق اللي يكون في ليلة العيد في ضيافته بس بشرط يكون يعد أرفان هو معيل أيضا مو إلي يجي ساعة وساعة تنويرون مسألة يستحب للفقير إخراج الفطر عنه وعن من يعوله فإن لم يجد إلا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يؤطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم تدفع زكاة الفطرة العام للعام والسيد للسيد فما يجوز أن تدطي زكاة العام للسيد بس يصير أن تدطي زكاة السيد للعام سؤال اشقد هي مقدار زكاة الفطرة والمن ندفعها الجواب حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالأرزي والطحين وتدفع للفقير سؤال يصير أن ندفع زكاة الفطرة قبل العيد إذا كان أكو احتمال بأن يتعذر علي أن أوصله للمستحق بيوم العيد الجواب نعم ويجوز ذلك طيل الشهر رمضاني المبارك سؤال ما حكم اللي ما دافع زكاة الفطرة في حياة نهائيا الجواب لا تسقط عنه على الأحوط لزوما بس لازم يؤديها بقصد القربة المطلقة وما ينو بيها لا الأداء ولا القضاء سؤال واجب علي أن أخبر الفقير بأن هذا الجاي أبطي هو من زكاة الفطرة وهل زكاة الفطرة مشروطة بالطعام أو يقدر يشتري بيها شيء آخر الجواب مواجب عليك أن يتقلب اللي جاء تطي هو من زكاة الفطرة وزكاة الفطرة ما مشروطة بالطعام فيقدر يشتري بيها أي شيء يحتاجه سؤال إذا واحد سوى وليمة أفطار في ليلة العيد فواجب علي أن يدفع عنهم زكاة الفطرة مع العلم أنهم ساعة وساعتا رايحين وما يباتون عدوه الجواب مواجب عليه الواجب على الضيف اللي عرفاً يكون أنت معيلة بتلك الليلة مثل المسافر القادم غير مدينة ولا ننسى في الختام بأنه لا يكتبل فرحة العيد عند المؤمن إن لم يعيد إمام زمانه ففي صبيحة العيد سلم على إمامك وقرأ دعاء الفرج وادعوا للإمام الحج المنتظر أجل الله تعالى فرجوش خلنبدأ عيدنا بهذه السنة بهذه العبارة السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا